التمست النيابة العامة لدى محكمة سكيكدا الابتدائية إدانة المتهمة الرئيسية في القضية التي باتت تعرف محليا بملف مضام دليلة سبع سنوات سجن مع خمس سنوات نشقيقتها ونفس الحكم لمدير سابق لوكالة بنك الجزائر الخارجي بسكيكدا وثلاثة موظفين بدات المؤسسة البنكية عن تهمة طبيض الأموال وسوء استغلال الوظيفة جريمة نوعية لدامة في التحقيق جراء خدات شوط كبير في التحقيق واليوم تجرى أطوار المحاكمة حاليا بمحكمة سكيكدا المحكمة خصصت جلسة اليوم خصيصا لهذه القضية لأنه قضية راح تأخذ وقت طوي ويسي جواب تحقيق نفس الشي في التحقيق السيد قادي تحقيق خدات شوط كبير في التحقيق في الملف والمهم كل الإجراءات اللي ينص عليها القانون بالنسبة للمحاكمة العادلة والضمانات الدفاع راه يحطور منت والقضية راهي ما زلت مجرية المحاكمة في واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي هزت ولاية تسكيكدا كشفت على أن المعنية التي كانت تنشط تحت غطاء استيراد الأسماك على علاقة ببارونات وشركات أجنبية وتمكنت خلال ذلك من تهريب مليون ونصف أورو وحيازة عقارة بالملاير قضية هي قضية اقتصادية فيما يخص تبيض الأموال والمشاركة والمشاركة بالنسبة لبعض الموضفين في عدم التبليغ عن الجريمة الأصلية ونحن المهم القضية هذه ما نقدرش باش نترقلها بتفاصيلها لأن القضية ما زلت راهي مطروحة أمام المحكمة قد المتهمين حوالي سبع متهمين فيها القضية التي أخذت وقتا طويلا في التحقيق بسبب كثرة الملفات والتحويلات المالية المشبوهة دوليا لن تأخذ طويلا في المدولة وسيتم الفصل فيها قريبا من قبل قاضي محكمة الجنح بسكيكدا ترجمة نانسي قنقر